وعند اليقين بأن الإعداد الجماعي لمضامين الخطة والتوافق عليها يلزمان كل القطاعات الحكومية المعنية برصد الاعتمادات اللازمة للتنفيذ المسؤول والمعقلن والسريع في إطار التنسيق التام مع الفاعلين المعلميين لمضامين هذه الخطة وستعمل الحكومة في هذا المجال على ذلك التنفيذ مستعينة بكل الفاعلين في مجال من المؤسسات الوطنية ومجتمع مدني وإن مما سيساعد على ذلك وجود الإرادة والرغبة لدى كل الفرقاء في توطيض البناء الديمقراطي وترسيخ حقوق الإنسان وقيادة المسيرة نحو مجتمع الديمقراطي وحقوق الإنسان الذي يتوقي إليه الشعب المغربي بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وربما لا بد أن أقول كلمة وأنه في الوقت الذي نحن واعين نحن واعون بأن بلادنا حققت إنجازات مقدرة ومهمة في مجال حقوق الإنسان بنفس المستوى واعون بأن هناك أيضا نقائص واختلالات لا بد من أن تكون عندنا المسؤولية الجماعية والاعترف الجماعي لمعالجتها بشجاعة كما عالج السابقون اختلالات فعادهم بجرأة وشجاعة نحن أيضا مستعدون لمعالجة ما تبقى من نقص أو من اختلالات بجرأة وشجاعة كاملة